وقت المباراة تسعين دقيقة هات هدف في التسعين دقيقة وقت المباراة تسعين دقيقة ليه تزنو نفسكو في الوقت الضايع وتسجلو الأهداف بيتجابونا غلطة باللي بتعملوه في آخر المباراة احنا هنعمل معاكو زي الزمالك مشجع للترج تونسي يحذر الأهلي قبل مباراته في نهاية أفريقيا ليه مستغرب من فوز الأهلي في آخر الدايق في أي مباراة وازاي طلب من الأهلي يعلم الترج الفوز في آخر ثواني زيهم مش هتسدق اللي قاله خلاص كلها أيام ويواجه الأهلي الترج في نهاية كأس أفريقيا بعد تأهله بالفوز على مازين بيبو ثلاثية نظيفة خلال المباراة باستاذ القاهرة في أيام نصف نهاية دور أبطال إفريقيا وفوز الترج على سندوينز بهدف دون رد وهتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترج يوم 18 مايو في تونس ومواجهة العودة يوم 25 مايو في القاهرة الكل مستعد وانتشر الكاميوم اللي فاتوا فيديوهات كتير من جماهير الترج منهم اللي خايف من المواجهة وفوز الأهلي ومنهم اللي شايف إن بعد الترج مفيش بس واحد من جمهور الترج ظهر في فيديو الساعات اللي فاتت على تيك توك وزي ما يكون بيحذر الأهلي من مواجهة الترج وفي نفس الوقت عايز يعرف السر ورا فوز الأهلي في آخر الثواني في أي مباراة خاصة إنه شايف إن اللي بيحصل ده نص صدفة لإمنها بتحصل بشكل مستمر بيجنن الجماهير وفعلا دايما يقولوا يا رب نص الحظ بتاع الأهلي في حياتنا كده المشجع التونسي اسمه خالد محمود ونشر على حسابه وفيديوهين الأول يتكلم فيه عن المشكلة والتاني قال الحل وقال لا وقت المباراة تسعين دقيقة هات هدف في التسعين دقيقة ليش تجيب في آخر دقيقة سجلوا الأهداف اللي انتوا عايزينها ولو حتى عشر أهداف في المباراة نفسها ليش بتزنقوا نفسكوا في الوقت الضايع ليش تقهرنا وتجيب لنا جلطة فوز في المباراة ليش تفوز في آخر دقايق وليه والله ما صدفة بالمرة والله ما صدفة خالص لو مرة ولا اتنين ولا تلاتة ماشي لكن مش في كل مباراة كده هو انتوا عندكم في الأهل إدارة بتعلمكم ازاي تجيبوا الهدف في الدقيقة تسعين المشجع التونسي ما تكلمش من فراغ ولكن هو قال كده بعد ما لقى فيديوهات ملهاش آخر وبلع عدد للأهل وهو بيحرص هدف الفوز في آخر دقايق في المباراة وقال انتوا بتتدربوا على كده ولا ايه بس هو نشر فيديو تاني ولقى الحل اللي مش هيخلي الأهل ليفوز في آخر خمس دقايق قال انهم هيسرقوا الكورة في المباراة زي جماهير الزمالك ما عملت لان في المباراة دي الأهل مفزش في آخر دقايق عدته وبنفسه هينزل يسرق الكورة كمان بس هو متأكد مليون في المية من فوز الترجي على الأهل وقال انه هيهزموا هزيمة صاحقة ذهابا وإيابا هو قال كمان الأهل يمسك في كأس أفريقيا ومش عايز يسيبوا لأي فريق تاني ما تسيبوها لإخواتكو التونسة ولا الجزائريين يسيبونا نفرح شوية الكورة خدوهات والنهاردة البطولة عندك بكرة عندي وكده إنما مش كله عندك المفروض الأندية العربية كلها تتحد وتشتيكي الأهل الفيفا ده مستحوز على كل البطولات مش معقول كده والغريب إن أي حد بيكسب الأهل في أي بطولة بيكون عدولية ورغم إن المشجع ده مش عايز الأهل يفوز طبعا ومش بيقبل أي تعليقات من الزمالك لما حد بعت لي وقال له إن الأهل بيفوز بالسحر والأعمال وكمان بالحكام فرده كان زي مشجعين للترجي كتير وقال له الزمالكوية إنتو مالكو إيه اللي دخالكو من الأهلي والترجي إحنا مش نقصين نحس وفقر ما تشجعناش شجعنا ديك وكفاية عليك الزمالك رأيكو إيه في كلام المشجع التونسي ده وتتوقعوا الفوز لمين والنتيجة هتكون كام؟ شاركونا في التعليقات اشتركوا في القناة